بيبدأ مسلسلنا سنة 1994 في سول في كوريا الجنوبية وبنعرف ان بطالنا هو بارك وده يبقى ظابط ومراته ظابط زيه بالزبط واسمه يو ولكن اعلى منه في الربة شوية وبيكونوا رايحين زيارة عائلية لعيلة يو وده علشان يحتفلوا بيها لانها ترقت وبقت مساعدة محاقق ولكن في نص التجمع على عائلي اخو يو الكبير بيفضل يبتريق على بارك لانه محاقق لسه بسيط في الارياف ورد بيته اقلب كتير من مراته وكمان ابوها بيسأل بارك على بابا ولكن غرضه الاساسي هو انه يدايقه لان بابا كان مود من مخدرات فيولا ما بتلاحظ انهم مش سايبين جوزها في حاله بتحاول تدفع عنه وبيضطار بارك في الاخر انه يبات مع مراته اللي ليدي في بيت باباها وبتقول له يو انهم كانوا المفروض يروحوا لمامتها ولا انهم يقضي اليوم الرخم ده مع عائلتها وبنعرف ان مامتها مريضة ومحجوزة في دار مسنين بس بارك بيقول لها انه مش زعلان وانه كان يوم لطيف وبيحاول يفتح اي موضوع تاني وبيلاقي قدامه سلسلة بتاع تيو وبيبقى اول مرة يشوف السلسلة دي فبيتقول له يون انها سلسلة قديمة وكانت بتلبسها ايام سنوي وبتعرفوا ان السلسلة دي عزيزة على قلبها قوي وبنروح بعد كده الاغنى منطقة في سول وبنعرف ان فيه منصق موسيقى مشهور اسمه جونج وبتبقى حفلاته مسماعة في المدينة كلها بس المكان اللي بيعمل فيه حفلاته بيبقى مليان شباب متهورة وبيتخنقوا مع بعض بس جونج بيقول له ان المكان ده مكانه واللي بييجي بيبقى عايز يفرفش انما لو هم جايين يتباهوا بكوتهم فيخرجوا برا المكان احسن وبتبقى شخصيته قوية جدا وبيشوفوا زعيم عصابة اسمه جانج وبيقول له انه مش شايفه مجرد منصق موسيقى وخلاص وان شخصيته القوية دي لازم تبقى جزء من عصابته بس جونج بيقول جانج انه عايز يبقى غني وهيبقى غني لو بقى مالك لأي مالها ليدي او مكان حفلات في المدينة دي فبيقوله جانج انه يديله اللي هو عايزه بس لو جاب له بقي صحابه ويفضل طبعا يبقى رجالة كده يعتمد عليهم فبيوافق جونج انه يبقى واحد من رجالته وكمان هيجيب له صحابه بس بعد سنة بنعرف ان جونج ما بقاش غني ولا حاجة وحتى ما بقاش عنده سلطة واي حد غني يقدر يضربه ويهزقه كمان ورجالة جانج بيبقوا مستلمين جونج وصحابه في الريحة والجاية وبيتسلوا عليهم وبيبقى الموضوع مدايق جونج جدا فبيروح جونج بعد كده الجانج وبيقوله انه عدة سنة على اتفاقهم وهو لسه ما وافش بوعده بس هو مش جاي علشان يطالب بأي حاجة ولكنه جايوا مع طريقة هتجيب لهم فلوس كتير وبيقول بعدها جونج الجانج انه يعرف موردين لانواع كتيرة من المخدرات ولو قدروا يوزعوا هما المخدرات دي ويبقوا المتحكمين في الموضوع هيكسبوا فلوس كتير بس جانج وقتها بيدربه وبيقوله انه هو الايد اللي مين لسونج زعيم عصابات كوريا كلها ومش هيحقر من نفسه ويبيع مخدرات زي مدمنين الشوارع وبيمشي وبيسيبه بس جونج بيقعد بالليل مع صحابه اللي وراتهم في اللي هما في ده وبيتأسف لهم لانه السبب في كل حاجة وبيقولهم انه هيحط نهاية للمأزالة اللي بتحصل لهم دي وعلشان يعمل كده بيروح جونج يقابل حد وبيبقى عايز منه رجالة كتيرة جدا وبيديله الزمان والمكان اللي الرجالة هيقوله فيه وبعد كده بيروح مع صاحبه بي علشان يقابله حد اسمه سيو وبيبقى عايز يجنده ويخليه واحد من رجالته لانه قرر يكون عصابة ويخلص على جونج وعصابته وتاني يوم بيروح جونج مع عصابته لفندق اسمه نيو جيو علشان بيبقى رايح يخلص صفقة عكرات غير شرعية بس علشان ما يفضحش نفسه بيبقى رايح وكأنه ما قضي اجازة هناك بس بالليلة ما كل واحد من رجالة جونج بيبقى فقطه وبيستريح من اليوم الطويل ده بيكون جونج بيجهز رجالته علشان يقضوا على جونج ورجالته وفعلا بيجي له سيو مع مجموعة كبيرة من الرجالة وبيبدأوا يخلصوا على عصابة جونج بس في واحد من عصابة جونج بيضرب انذار الحريق وبيبقى عايز ينبه صحابه وفعلا بينجح في انه يعمل كده وبيعرف جونج ان جونج بيتحداه وقرر يخونه وبتقوم حرب بين العصابتين بس عصابة جونج بتبقى متفوقة بشكل كبير وبيحاول جونج وقتها انه يهرب ولكن سيو وجونج وصاحبه تيه بيحصره فبيقرر جونج انه يستسلم ويسلم جونج نام لجونج المدينة يعني وبيروح سيو الجونج علشان يعرف هما يعملوا اي دلوقتي اما صاحبه تيه فبيروح لجونج علشان يربط ايديه وبيلاقيه لب الساعة دهب وبتعجبه فبيكرر ياخدها منه بس جونج كان بيقاوم الواد ومش بيبقى عايز يسلمها له بس الواد بيدربه بالرجل وبيوقعه على الارض ولكن وقتها جونج بيلاي مقصه على الارض فبياخده وبيروح تيه علشان يقومه ويكمل اللي كان بيعمله بس جونج بيشوف المقص في ايد جونج وبيعرف انه مش نامي على خير فبيحاول انه ينقز تيه ولكن مش بيلحق لان جونج بيتعانه في بطنه وبيحاول جونج ينقزه لانه عز صاحب لي ولكن مش بيعرف وبيموت قصاده فبينهر جونج وبيروح ياخد سكينة من جنب سيو وبيفضل يطعن في جونج ويقطع فيه وبيروح جونج بعدها لسونج زعيم عصابة كوريا وبيعرفوا ان جونج اختفى مرة واحدة وهو جاي علشان يتولى زعيمة جنج نام مكانه ولكن سونج بيبقى عارف ان جونج قتل جونج وبيقوله انه مش عبيت علشان يضحك عليه بكلمتين وبيبقى مجاهز رجالة تدخل تخلص عليه بمجرد خروجه من القوضة اللي هما فيها بس جونج بيوعده ان لو وافق على انه يبقى زعيم جنج نام هيبعات له كل شهر خمسين مليون وون وبسبب الرقم ده طبعا سونج بيكرر يعيد تفكير تاني بخصص جونج وبيقوله انه هيجربه ولو اخلف وعده مش هيقدر يستحمل لا يحصل له وبنعرف ان جونج مجاهز كل حاجة وبيروح بعدها يقابل دكتورة صينية اسمها يون وبيقولها ان عرضه ليها مش هتقدر ترفضه وبنعرف انه خلها تعمل له مخدر شديد جدا وانتشر بسرعة رهيبة في اسيا كلها لدرجة ان الموضوع وصل لليابان وبعد تحقيقات عرفه ان مصدر المخدر ده في كوريا علشان كده بيروح واحد من قسمة مكافحة المخدرات في اليابان لكوريا انه يستلم القضية دي نفسه وبيبقوا عايزين يوصلوا لمصدر المخدر ويعرفوا مين اللي بيعملوا وبيبقوا شكين في عصابة معينة وايوة هي عصابة جونج وكرروا ان هم يزرعوا جسوس في العصابة دي ويحاولوا يقربوا من جونج لحد ما يقدروا يمسكوا دليل على ان هو مصدر المخدر ده وطبعا بيوعي الاختيار على مين على ابننا بارك لان في نقيب اسمه سيوك في قسمة مكافحة المخدرات في كوريا يعرفوا معرفة شخصية وكرر يرشحوا للمهمة الجامدة دي وبيروح له سيوك وبيلاقي حالة بارك مش تمام خالص لان مشاكل الارياف بسيطة ومضحكة وعرض عليه المهمة دي ولكن بارك وقتها كان شايف انها مهمة خطيرة جدا واي حد غيره يقدر يعملها وما وفقش بس المدعي العامد شو رح له بنفسه وعرض عليه العرض من تاني ولكن المرات دي قاله انه لو وافق على المهمة والمهمة نكحت بمساعدته هيترقى ترقية خاصة لانه هيقدر يخلص من كلام الناس وتهزيع لتمراته وهيترقى بقى وفعلا تاني يوم بيروح مع سيوك لتشو علشان يعرفوا انه موافق ولكن بشرط وهو انه يترقى مرتين مش مرة واحدة ففعلا تشو بيوافق وبيعرف بارك تفاصيل المهمة وبيعرفوا تشو ان جونج وعصابته مش مجرد عصابة ولكنهم عيلة واحدة وبتربطهم علاقة اخوة لانهم كانوا صحاب في سنوي وانه يدخل بينهم ويكسب ثقاتهم هيبقى موضوع صعب شوية ولكن مش مستحيل عليه وبياخد بارك التاطو الجديدة واللي هتبقى باسم سيونج وبيبقى ابن عم الواد اللي مادة وتشو هيقدر يتصرف مع ابو الواد اللي ماد علشان ما يتكشفوش وبيقدم بارك اجازة مرضية طويلة وبتتقابل وبيكتب السبب ان عنده مرض الرابو وبيعرف بارك ان المكونات المخدر الجديد ده بتتجاب من الصين واللي بيوزعوها يابانيين وهمته هي انه يزبت ان جونج هو الراس المدبرة لكل حاجة وكمان يعرف مين في الصين واليابان مشتركين في الجريمة دي ومش بيبقوا عارفين ايه هي اول خطوة هيعملوها علشان يدخلوا العصابة بس بارك بيقولهم انه هيتصرف بطريقته وبيروح بارك المطعم جونج وعصابته متعودين يتعشوا فيه وبيروح يعود على طرابيزة هناك ولما الجرسون بيسأله هو عايز ايه بيقوله انه عايز يقابل جونج صاحب المكان فبيروح الجرسون ينادي اتنين من رجال جونج وبيعرفهم اللي بارك عايزه فبيروحوا لبارك وبيطلبوا منه يقوم يمشي معاهم وإلا هيستخدمه مع العنف بس بارك هو اللي بيستخدم معاهم العنف وبيضربهم كمان والموضوع بيوصل لجونج وبيعرف ان فيه واحد طالب يشوفه في المطعم وعمل دوشة كتير ومجموعة كبيرة من رجالتهم مش عارفين يتصرفوا معاه فبيروح جونج لبارك وبيقعد معاه على طربيزة واحدة وبيسأله هو عايز منه ايه فبيحط بارك ايديه على الطربيزة وبيكون لابس ساعة تيه ولما جونج بيشوف الساعة بيتجنن وبيبقى عايز يعرف مين الشخص اللي قاعد قدامه ده فبارك بيقوله على طول انه ابن عمه فبيعودوا معاه بس المرة دي بيحاولوا يحترموه وبيقولهم بارك انه عايز يعرف مين قتل تيه وابن عمه علشان ينتقمله فبيقوله جونج انهم لسه بيدوروا على اللي قتلوا لانه هربان فبيقولهم بارك انهم مش رجالة لان صاحب عمرهم مات وهم مش بيحاولوا حتى يدوروا على اللي قتلوا ومش وراهم غير انهم يتعشوا في مطعم فخم وبيقوم علشان يمشي قال يعني مأموس ولكن جونج بيديله الكرت بتاعه وبيقوله انه مستني جيله علشان عايزه في موضوع وبيروح جونج لابو تيه وبيسأله عن ابن عم تيه وفعلا ابو بيقوله ان كان عنده اخو مات بس ابن اخو تيه وكانه شبه اخوات وكل ده طبعا كلام هو حفظه من الشرطة وتاني يوم بيروح بارك للشركة اللي جونج عاملها مكرر للعصابة وبيلاقي العصابة كلها مستنيه هناك فبيطلب منه جونج يقعد معاه بكل هدوء وبيقوله انه عارف انه جاي علشان ياخد فلوس ويستغل انه قريب الودا اللي مات بس بارك بيرمي الفلوس في وشه وبيقوله ان الفلوس اخر هامه وكل اللي هو عايزه انه ينتقم لقريبه وبيبعيز يمشي ولكن خروجه مش هيبقى سهل لان بيطلب من ثلاث رجال انهم يكسروا عظمه ويعرفوه ازاي احترم جونج بس برغم انهم ثلاثة على بارك الا انه كان اقوى منهم وقدر يخلص على اتنين والتالت مسك طفاية سجير وينزل على دماغه ضرب لحد ما جونج طلب منه يوقف اللي بيعمله بس بارك بيقوله انه مش قادر يبص في وشهم لانه بيحس بالعار ان تيو كان بيعتبرهم صحابه وبيروح واحد من صحاب جونج واسمه هونج الواحد من رجال جونج وبرغم العداوة اللي بينهم ولكن كان جاي يعرض عليه صفقة هترجعوا لأيام السلطة من تاني وبيقوله يتعاون معاه ويروحوا لسونج سوا ووقتها يطلبوا منه انهم يخضروا بجونج وياخد مكانه في الزعامة وفعلا تاني يوم بيروح رجال جونج لسونج وبيقولوله ان هونج معاهم اللي هو راجل جونج اصلا وبيتفقوا ان هما هيخضروا بجونج ولو وافق ان هما يرجعوا زعامة كانج نام تاني هيدولوا ضعف الفلوس اللي جونج بيديهاله وهو طبعا بيوافق وبيتصل جونج ببارك وبيقوله انه عايز يقبله بالليل وبيبعات له عنوان مكان وبيروح له على هناك وبيطلب جونج من بارك انه ينضم لعصابته بس في الوقت ده هونج بيكون وصل رجال جونج للمكان اللي جونج فيه وبيقول جونج البارك انه دور رجال جونج اللي قاتلوا تيهو بس فجأة باب المكان بيتقفل علي فيه وبيعرف رجال جونج ان هونج ضحك عليهم ووديهم للموت ولكنهم مش بيهربوا وبيكرروا يهجموا على جونج بس بارك اغزب عنه بيدفع عنه وكأنه هيموت علشان يحميه وبيوصل رجال جونج بعدها وبيضو على رجال جونج وبيكسروا رجل قائدهم اللي هونج يضحك عليه وبيعرف بارك ان جونج جابه علشان يشوف مهاراته في الضرب بس جونج بيتصل بسونج وبيقوله انه غادر به وعلشان كده قرر مايبعدلوش فلوس تاني وبيقفل في وشه فبيتعصب سونج جدا وبيؤمر واحد من رجالته انهم يجبولو جونج لحد عنده ويطلق صاده وبيروح جونج لبارك بعدها وبيعرفوا ان المكان اللي هم فيه سموه على اسم تيهو علشان يخلدوا ذكراه وبيعرفوا انهم بيحترموا صاحبه من اللي مات وعلشان كده بيطلب جونج من بارك ينضم العصابته وبيعرفوا ان هو اللي قتل جونج اللي قتل تيهو ورجح حق صاحبه من بدر قوي وبينضموا وقتها بارك للعصابة اخيرا ولكن بقى زيه زي اي حد في العصابة بيعمل دوريات كل يوم علشان يشوف احوال المدينة وبيبقى الموضوع مملي جدا ومفيش اي تقدم اما بقى عند امراته فيوب تعرف من شغل بارك انه مصاب بالرابو ولانها في سول وهو المفروض كان في الارياف بتبعت له رسالة وبتقول له انهم لازم يتقابلوا علشان تعرف هو مخبي عنها ايه وفعلا بيقابلها بالليل من ورا جونج وبيقول لها انه جاسوس في قضية مخدرات كبيرة وكان لازم ما يعرفهاش بس بيدخل جونج عليهم فبيقوم بارك وهو مفزوع فواتا بيعرف جونج ان نيو صاحبته من ابتدائي وكان لازم يشوفها وبيعرفها ان ده رئيسه في الشركة اللي هو فيها بس الغريب ان نيو بتقوم تسلم على جونج وبتقول له ان بقى لهم كتير ما تقابلوش فبيقول لها جونج انه كان بيدور عليها الفترة اللي فاتت وبيعرف بارك انهم اصلا كانوا زمائل في سانوي وبيعرف بقى جونج ان يو مساعدت محقق في قسم الامن في سول وده خبر بيرعبه لانها من الشرطة وبيضطر يستأذن وبياخد بارك معاه بس طبعا كلهم بيشكوا في بارك انه جاسوس علشان كان قاعد مع شرطية بس بارك بيقول لهم ان بابا كان مدمن واللي ساعده في قضية بابا هي صاحبة ويو ولكن جونج مش بياخد اي اجراء مع بارك وبيطلب منه يسوق العربية ويوصلهم للشركة وبيلاحظ بارك ان جونج لابس نفس السلسلة اللي كانت مراته محتفظة بيها وبتقول انها عزيزة عليها فبيحس انه مغفل وبيحس بنر الغيرة وبصراحة حقه لان احنا بنعرف ان جونج ويو كانوا معجبين ببعض في ايام سنوي وكانوا يعني شبه في علاقة اما باقيو فبتروح تزور مامتها في در مسنين وبنعرف انها مريضة بالسرطان وكانت بتسألها عن بارك لانها بتعتبره احسن من ولدها اللي مش بيزوروها حتى ولكن يو بتقول لها انه مش غول في شغله وبيبعت جونج رسالة المرشد هو بيتعامل معاه وده شخص بيجيب له اخبار الناس ومعلومات عنهم وطلب منه يجيب له معلومات عن بارك ولكن باسمه المزيف اللي هو يعرفه وكمان بيبعت له رسالة تاني علشان يعرف يو ومعلومات عنها وبيتصل بارك بيو وبيسألها هل هي وجونج كانوا قريبين من بعض فبتقول له انهم كانوا زميل فبيضطر بارك يقفل معها ويطمنها على نفسه بعدين ولكنها بتبقى متعصبة على سيوك و تشو لانهم يعرفوها وما كانش ينفع يورطوا جوزها في قضية صعبة زي دي ولكن البجاحة بتزداد لما بيطلبوا منها هي كمان تساعدهم وتقرب من جونج بما انها باكت زميلته وتاني يوم بيروح المرشد لجونج وبيديله ملف في معلومات عن بارك ويو وبيعرفوا كمان جوزيو وصورته ولما جونج بيشوف صورته بيروح ينادي على بارك وبيطلب منه يكلموا على انفراد فبيجاهز بارك مفتاح في ايديه علشان كان متأكد ان جونج عرف الحقيقة ولازم يخلص عليه بس جونج بيوريه له صورة جوزيو ولا المفروض يبقى هو ولكن بيتفاجأ بصورة حد تاني غيره لأ وكمان بيسأله جونج هل هو كان عارف ان ده جوزيو فبيقول له بارك لأ فبيسأله جونج من احلى هو ولا الراجل ده فبيقول له بارك حضرتك طبعا وبيبقى مضطر يتحكم في اعصابه انه بيتكلم كده على امراته وبكده يكون تأكد جونج ان بارك مش جاسوس وبيديله الامان وفي يوم بيكون بارك في دورية عادي جدا ولكن بيلاحظ عربية مش يجنبه ومالينا الناس مقنعين وفجأة الناس دول بيتحركوا بسرعة جديدة وبيبقوا رايحين لمقر الشركة وبنعرف ان هما رجالة سونج اللي جايين يخطفوا جونج بس طبعا بارك بيتوقع ده وبيروح لجونج قبل ما الرجالة دول يوصلوله وبيقول له يهرب بسرعة ولما رجالة سونج بيقطحهم المكان بيقفلهم بارك بكل شجاعة وبيقولهم ان هو جونج وبيتصدلهم ولكن علشان هما اكتر منه بيصبوا في دماغه وبيجيب جونج دكتور مخصوص علشان يعالج بارك وبيقول بي لجونج ان سونج مش هيرتاح غير لما يخلص عليه علشان كده سيو هيعيش في القوضة اللي جنبه طول الوقت علشان يحميه بس جونج ساعتها بيرفض وبيقول انه عايز بارك وده لانه شايفه ولاقه الشديد ليه ومن اللحظة دي بارك بيبدأ يكسب سكت جونج وبيروح بارك يشوف قطة اللي هينام فيها وبتبقى جنب مكتب جونج وبيطلب جونج منه انه يجيله المكتب وبيسأله عن يو وبيقوله لو يعرف اي معلمات عن جوزها غير انه فاشل وشغال محاكك بسيط في الريف فبيتحكم بارك بقى عصابه وبيقوله انه ما يعرفش اي حاجة عن المغفل ده وبنعرف ان جونج بيتصل بابو اللي بيبقى زعيم عصابة ومهم جدا وبيطلب منه ويتخلص له من سونج ده وفعلا ابو بيعمل كده وسونج بيموت وفي يوم بتتصل يوب جونج وبتطلب منه ويتقابله ويشربه قهوة سوا وفعلا ما بيصدق وبيوافق وداني يوم بيروح جونج علشان يقابلها وبيطلب من بارك يوصله وهناك بيقابل سيوك وبيعرف منه ان يو بتساعد الشرطة لان فيه علاقة صداقة بتربطها بجونج بس بارك بيتعصب وبيقوله انهم ما كانوش متفقين على كده ولكن سيوك بيقوله ان ااسف ولكن ده غصب عنه بس بارك بيسيبه وبيمشي وهو متعصب ان مراته تورطت وفي الوقت ده جونج ويو بيبقوا بيفتكروا ايم شبابهم سوا وبتطلع يوسورة الجونج كانت محتفظة بيها وبنعرف ان المكان اللي هم قاعدين في ده كان اول موعد غرامي ليهم ايم سنوي وبتركب يوم مع بارك وجونج علشان يوصلوها وبتقول يول جونج انها متطلقة وطبعا ساعتها بارك بيتصدم ومش بيتكلم وتاني يوم بيروح جونج لبارك وبيكون جايب له بدل سودا وبيقوله يجهز فورا لان مامة يوماتت ولازم يروحوا العزة فبيجهز بارك ولما بيوصلوا المكان العزة بيطلب بارك من جونج انه هيستنى برا وده لان اي حد من اللي هيبقو جوه هيتعرف على بارك ويكشف هويته فبيضطر بارك يتطمن على امراته ويهديها ولكن بالاشارة ومن بعيد كمان وبيركب جونج العربية علشان يمشي ولكن بارك بيقوله انه عايز يدخل الحمام ووقتها بيرجع علشان يقدم الاحترام لمومة يو اللي كان بيعتبرها مامته بس تشوي سيوك بيمنعوه فبيضطر بارك يقدم الاحترام برضو من برا المكان وبيبقى حزين جدا لانه بيفتكر كل حاجة حلوة مومة يو عملتها معاه وقد ايه كانت بتحبه وبتحترمه ولما بيرجع بارك مع جونج وبيعودوا يشربوا سوا وبيسأل جونج بارك هو نفسه في ايه فبيقوله انه عايز يبقى غني ويناجح زيه فبيقوله جونج انه هيحقاله اللي هو عايزه ولكن بشرط وهو ان يساعده في انه يقرب من يو وطبعا بارك بيتسدم لان في مجرم بيطلب منه يقربه من مراته وحاجة كده اخر لغباته ولكن بيتطر انه يدوس على كرمته ويوافق يقربه من يو وبنعرف بعدها ان فيه ناس عايزين يتولوا الزعامة مكان جونج وبقوا يمشوا في المدينة علشان يجمعوا رجالته ويلبوا الموازين ضده وكمان بيحاولوا يعودوا مع صحاب جونج المقربين ويكنعوهم انه هم ينضموا لعصابتهم علشان لما ييتلوا جونج يبقى ليهم ما كان معاهم وبنعرف ان فيه مناسبة غريبة عند جونج وهو انه بيطلع صيد كل فترة مع بي وهونج ولكن في اليوم اللي المفروض يروحوا يصطادوا فيه هونج بيبقى مستعجل وبيقول لجونج ان مراته بتولد وهو مش هيقدر ييجي معاهم فبيحاول بي منع جونج بانهم يروحوا يصطادوا لان دي مهمة مش هينفع يروحوها هم اللي اتنين بس ولكن جونج بيقولوا ان في حد هيجي مكان هونج وهو بارك طبعا بس بيبي يقولوا ان المهمة دي مش بيطلعها غير المقربين منهم واللي استحالة يخنوهم وبيعرض عليه النسي هو اللي ييجي معاهم بس جونج بيرفض وبيقول انه مش عايز يقرر كلامه تاني فبيروح بي لبارك وبيقولوا انه لازم ييجي معهم يصطادوا وبيركبوا وبيتحركوا لمكان الصيد والمفروض بيبي يكون جاي وراهم بعربية تانية بس بيبي يتصل بجونج وبيقولوا في حد قطع اطارات العربية ومستني المساعدة تجيله فبيقولوا جونج انه هيتصرف هو بارك الوحدهم ولكن بيطلع عليهم ثلاث عربيات وبيعرفوا يوقفوهم وبيطلع من الثلاث عربيات دول رجالة كتير جدا وكلهم بيهجموا على عربية بارك وجونج وجونج بيكون على وشك انه يتقتل بس بارك بياخد مسدس وبينقص حياة جونج تاني وبيفضل يقتل في اي حد يقرب منه لحد ما بيقدروا يخرجوا من العربية ويحاولوا ان هم يتصدوا للناس دي وكان في حد جاي كده يطعن جونج بس بارك بيفدي تاني وبيتصف في ظهره اصابة خطيرة وفي الوقت ده بيوصل سيو بعربيته وبيخلص على الاتباقه وبياخد بارك وجونج في عربية وبيتحرك بس جونج بيبقى الآن جدا على بارك وبيطلب من سيو وصلهم لقارب مستشفى وبيعمل بارك عملية خطيرة في ظهره وفي الوقت ده دماغ جونج مش بتبقى سكتة رغم اهدوقه وده لانه بيبقى عارف ان في خين بينهم والخين ده قريب منه جدا وبيبقى شاكك في باي او بمعنى صح شاكك في كل اللي كانوا يعرفوا انه رايح يصطاد ومش واصل غير في سيو وبرك وبيروح سيو حالة في الموضوع ده وبيعرف ان اطار عربية باي ماطوع عن قصد وكمان بيعرف ان هونج ما كانش بيجدب وامراته كانت بتولد بجد ولما بيفوق بارك وجونج بيبقى فرحان جدا وبيقوله ان دي تاني مرة ينكزه من الموت وهو دلوقتي باسك فيه وبيعتبره من قارب رجالته وبيجي بعدها اتصلي وبيكون من ابوه بس بنعرف انه مش ابوه من الدم ولكن بيبقى ابوه الروحي وبيبقى الياباني المسؤول عن توزيع المخدر وكان المفروض يستلم منه جحنة المخدر دي في يوم الصيد لأ ده كان يوم العملية اللي بيسلمه المخدر بس عشان اللي حصل في جونج مقدرش يوصله المخدر وده بيبقى تاخير عن التسليم وليه عقوبة كمان وبيقدم جونج بارك للعصابة كلها وبيقولهم ان من النهار ده بارك مش مجرد راجل في العصابة ولكن هيبقى دي اليمين زي تيهو ويمكن اكتر كمان وبيقولهم انه عارف الخين اللي بينهم والخين ده هيتعاقب دلوقتي وفعلا الخين بيبقى اسمه او وده كان شخص مهم جدا في العصابة ولكن قرر يخون جونج علشان يبيع المخدر لوحده وطبعا او ده بيتعلق في نص المقر وبيبقى سايح في دمه وبيطلب جونج من سيو انه يشرح او ويسيبه عايش علشان يتعذب بس بارك مش بيستحمل يشوف شخص بيتعذب قصاده وبيروح ماسك مضرب بيسبول وبينزل ضرب فيه وبيقول لجونج انه كده خد حقه من الشخص اللي كان هيموته وطبعا الدرب اللي اوه تضربه ده بيبقى اهون مليون مرة من اللي سيو كان هيعملوا فيه وفي الوقت ده الحكومة الصينية بيقدروا يوصلوا لشخص اللي كان بيحضر المخدر لجونج وهي يون وبينزلوا منشور انها مطلوبة للعدالة وفيهم بترجع يول بيت وبتلاقي جزمة راجل والراجل ده يبقى بارك ولانه هو بقى مهم في العصابة فقدر انه يسيبهم ويروح لها وهي طبعا بتخضف حضنها لانها كانت قلقانة عليه واخيرا بقى وصدها وبيعود يكل معاها ويحكي لها كل اللي حصل وبيحاول يطمنها على نفسه وبعد كده بيقول لها انه آسف علشان ما كانش جنبها وقت موت ممتها بس هي بتقوله انها مش زعلانة منه وبتيجي مهمة جديدة لبارك وهي انه يلاقي يون ويعرف مكانها وبيروح بارك يستقبل شخص مهم جدا من المطار وبتكون بنت اسمها لي وبنعرف انها صينية وتبقى بنت الشخص اللي بيورد لجونج مكونات المخدر فعلا بيلاقيها وبياخدها علشان يوصلها وبيعرف ان ليدي مش سهلة خالص لانها دخلة البلد بجواز صفر مزور وكمان لبسة باروكة علشان محدش يعرفها وببتقلعها لما بتقرب من الفندق بتاعها وبيكون معاها حار الشخصي مش بيفرقها ابدا وكمان بالصدفة بيلاقي هناك اليابانيين اللي بيوزعوا المخدر وبيعرف ان فيه صفقة هتتم في الفندق ده وفعلا بيكون تواقعه صح لان جونج بيجيل وبيقوله ان من النهاردة هو هيحضر معاه كل الصفقات المهمة وبيروح جونج علشان يعود معليل وحدهم وبيديها شنطة فلوس وبيتأسف لها على اللي حصل منه لان اللي حصل زع على البابها جدا وهو محتاجه فبتقوله انها هتفكر في الموضوع وترد عليه وبتسيبه وبتمشي وبيتزود بارك باجهزة تنصت علشان يسجل اي حاجة هتحصل يومين اللي جايين واي تجمع علشان ديها تبقى الادلة اللي تثبت ان جونج الرسل مدبرة وبنعرف ان فيه شورتي اسمه مينجو وبيبقى مزعج جدا وبيحب يدايق جونج وخلاص لانه عارف انه سبب كل حاجة وحشة وبيبقى ماشي ورا جونج وبيرقبه وعايز يوصل للي بيساعده في المخدرات وبيتجمع الصينيين واليابانيين ومعاهم جونج علشان يعرفوا هلا هيكملوا تجارة مع بعض ولا لأ بس الامور مش بتمشي بصورة كويسة وتقريبا التعامل هيقف بين التلات اطراف ولكن بنعرف ان اليابانيين عايزين يتعاونوا مع الصينيين بشكل مباشر ويخرجوا جونج من الموضوع وياخدوا نسباته وبنعرف ان ابو جونج الياباني هو اللي عايز يخضر بيه ويطلع برا التجارة ولكن ليه هي اللي بتقول هتستشير باباها الاول بس مينجو بيبقى عايز يقتحم المكان ويعرف مين اللي جونج بيتفاوض معاهم دول بس بارك بيحاول يوقفه لحد ما جونج بيمشي معا اللي معاه ولما مينجو بيتعصب بيدرب بارك بس بارك بيكون زهق منه وبيرضله الضرب وبيفضلوا كده يضربوا في بعض بس الشرطة الكورية بتبعت مساعدة وبيبعدوا مينجو عن بارك وبيدولوا فرصة انه يهرب وبتقول لي لبارك انه هيتحسب قانونيا على اللي عمله ده لانه عطل شرطي عن اداء عمله فبيقول لها بارك انه كان بيحميها لان معها جواس سفر مزور وكان هيتقبض عليها فبتشكروا ليه لانه ساعدها ووقتها جرح دهر بارك بيتفتح من تاني فبتطلب ليه من حريصها الشخصي انه يعالجه وبتقول على بارك راجل وفر رئيسه ويستهل المساعدة وبتدي ليه فرصة تانية لجونجو وبتقوله انها ممكن تفكر تتعمل معها تاني وبيباد من تصرفات ليه انها معجبة ببارك زينا كلنا وبسبب اللي حصل مينجو بيبقى متعصب جدا وبيروح على مكر العصابة بمطرقة وبيكسر الباب وبيمسك رجال جونجو وبيطلع كل عصبيته فيهم ولما الخبر بيوصل لجونج مش بيبقى عارف يتصرف ازاي فبيقوله بارك انه هيسلم نفسه وهيتصرف فبيحاول جونجو يمنعه وبيقوله انه مش هيقدر يضحي به لانه من اوفر جلته فبيقوله بارك انه منطر يسلم نفسه بس لو خرج بسلام يبقى رض الجيميل ليه هو انه يسمح له يشارك في الصفقة مع الصينيين واليابانيين وبيسيبه وبيمشي وده اللي بارك عايز يوصله من البداية اصلا المهم انه لما بارك بيسلم نفسه وبيحاول مينجو يخليه اعترف وبيقول على كل حاجة شافها وعرفها عن جونج بس بارك بيستفزه وبيفضل ينكره وبيقرب من ودنه وبيقوله يغبط دماغه في اكبر حيط ويوريه هيعمل ايه بس مينجو مش بيقدر يمسك اعصابه وبيهجم على بارك زي المجنون وبيفضل يضربه لحد ما بيخلي وشه بالمنظر ده بس مساعد مينجو بيبعده عن بارك وبيحاول يعالج جروحه وبعد شوية بيروح له مينجو تاني علشان يكمل دائرة العذاب بس بيدخل تشو عليهم ولانه المدعي العامل اعلى فبيعرف مينجو انه واع في مصيبة وده لان تشو بيقوله انه دي قضية اعتداء وبسببها تحصل مصائب وبيستغل الموضوع ده في انه يخرج بارك من السجن من غير ما يكشف انه في مهمة سرية وظابط ولما بيخرج بارك بيلاقي سيهم استنيه وبيكون جايب له علاج واكل وبيعرف من بارك ان الضرب اللي في وشه ده هو اللي خرجه لانهم طلبوا منه يوقع على تعهد انه ما يحاكمهمش على الاعتداء العنيف ده مقبل انه يخرج وطبعا جونج بيبقى خلاص اعتمد ان بارك ده اخوه من كتر ما بقى يصق فيه بس بيبقى شاكك في بارك لانه بقى اسطورة في عين جونج وكمان بيخرج من كل المصائب وكيان الشرطة بتدعمه وبيطلب جونج من بارك انه يقابل ليه لان باين قوي انها معجبة بي وهو اللي هيبقى مفتاح رجوع العلاقات من تاني وفعلا بيستنى بارك انه جروح وشه تتشفي وبيتصل بيها وبيقول لها انه عايز ياخدها في جولة سيحية في كوريا ودي طريقة شيك منه علشان يعرض عليها انهم يخرجوا سوا وفعلا ما بتصدق وبتوافق والاول مرة بتطلب من حرسها مايجيش معاها في الموعد ده وبتدي السكة الكاملة لبارك وبيقضوا اليوم كله سوا ولما بيحاول يفتح معاها موضوع الصفقة بتتدايق وكأنها مش عايزة يدخل العلاقات في الشغل وبيعرف ان الموضوع هيبقى صعب شوية وبيعرف جونج ان بيصاحبه بيبيع المخدر من وراه وكان بيسرق منه فلوس فبيقوله بي انه كان شايف نفسه قليل جدا وكان لازم يعمل حاجة لنفسه وهي انه يبيع المخدر اللي هو اصلا ليه نصيف فيه بس جونج بيقوله انه مش زعلان على بيع المخدر على قدم هو زعلان على الكسب والصقة اللي تهدمت وبيقوله انه هيقدر انه كان صاحبه مش هيئزيه وبيطلب منه يمشي خالص من المدينة ويختفي من حياته فبيمشي بيه وهو زعلان ولكن قبل ما يمشي بيقوله انه بارك اللي بيعتمد عليه طول الوقت ده جاسوس اصلا وفي يوم هيعرف انه كان اعمل بصيرة وبيسيبه وبيمشي فبيتعصب جونج لانه ما بقاش عارف يصق في مين وبيركب بيه الاسنصير علشان يمشي ولكن بيلاقي سيو دخل معاه وبيقوله انه كان مستحمل اسلوبه ده متى كبيرة ودلوقتي هو خين ولازم يتعاقب وبيفضل سيو يضرب فيه وبيكسر له ايديه وبيمسك حتة ازاز وبيعور له وشه وبيقوله انه مش عايز يشوف خين زيه تاني لانه بيقرأ الخينين وبيقعد بعدها بارك مع جونج وبيقوله ان ليه اتصلت بيه وعايزة تعود معاه وبيطلب منه يديله الاذن انه يتفاوض معاها وهيقدر يحل كل المشاكل وجونج بيتردد ومش بيبقى عارف ليه بارك متحمس اوي كده فبيقوله بارك انه قاله قبل كده انه عايز يبقى غني وناجح زيه وهي دي طريقة الوحيدة وهي انه يخليه يعتمد عليه في كل حاجة وتاني يوم بيسحى بارك من النوم وبيسمع صوت غريب في الشركة وبيلاقي جونج بينظف المكان بنفسه ولما بارك بيحاول يساعده بيقوله جونج مايعملش اي حاجة النهاردة وبيبقى مجهز له بدلة شيك جدا وبيقوله انه هيعتمد عليه في موضوع ليه وبنعرف ان ليه مش هتخرج مع بارك في اجتماع شغل او حاجة زي كده ولكنهم بيبقوا خارجين في موعد غرامي وهيحاول بارك يستغل المشايع دي في الشغل وبتيجيه وبنعرف ان جونج كمان طلب منها يخرجه سوا في موعد غرامي محدش احسن من حد المهم بنخلينا مع ليه وبارك وبنعرف ان ليه بتحب تتمشى في الاحياء الشعبية وبيبقى بارك مرشدها السياحي وبيخليها تجرب حاجات جديدة ما تجربتهاش في الصين وده لان الحاجات دي مش موجودة اصلا غير في احياء كوريا الشعبية وكمان بيلعبوا العاب فيديو في الشارع ولما بارك بيقرب من ليه بيعرف ان جواها طفلة صغيرة والحياة اللي هي فيها دي مجبرة تعيشها بسبب باباها وبعد كده بتعزم لي بارك على الغدى وبدون اي مقدمات بيتفتح موضوع الشغل وبتقوله انها هتعرض عليه صفقة مش هتتعرض عليه تاني ابدا وهي انها هتزود ضعف الكمية اللي بيوردوها ليهم وبالزيادة سعرية بسيطة فبيقول لها بارك ندامة وضع خطير لان الكمية الكبيرة دي ممكن تكشفهم او على الاقل هتبوز منهم وبيطلب منها يرجع تاني لجونج وياخد رأيه بس ليه بتقوله ان هي عايزة هو ياخد القرار من نفسه ومش هتستنى رأيي جونج وبتعرفوا انها معجبة بي والاول مرة هتدخل المشاعر في الشغل وده علشان هو وبس وبتطلب منه يشتغله سواء من دلوقتي وبنعرف ان المشاعر اللي يو كانت شايلها لجونج صحي تاني ويو خدت موضوع القضية دي حجة علشان تعترف لجونج انها بتحبه وعايزة تبقى جنبه وبتبقى عايزة ترضي نفسها في ان هي تفضل معاه الفترة دي حتى لو بعدوا عن بعض في الاخر وبنعرف ان بارك وافق على صفقة ليه وليه طلبت من حرسها انه يبلغ باباها انهم هيكملوا شغل مع جونج على مسئوليتها بس المرة دي اتفاقهم هيبقى مع راجل مختلف وهو بارك وبيرجع جونج مع يول الشركة وبيقدمها لرجالته وبيقولهم ان ديمراته المستقبلية ولازم يحترموها وبيبقوا عارفين انها شرطية بس مش بيقدروا يتكلموا علشان جونج وبنعرف بعدها ان بارك اضطر يسلم نفسه اللي علشان يقنعها ان هو كمان معجب بيها وللأسف اضطر يتخلى عن ولاقه ليو لحب الدقايق ولكن بيدخل حارس ليه شخصي عليهم وبيقولها ان باباها امر شوية رجالة ان هم يروحوا يخلصوا على جونج ورجالته كمان في الشركة فبتقول لي البارك ان الموضوع ده في صالحه لان لو جونج مات هو هيبقى تابع ليها وهي هتخليه مكان جونج نفسه فبيجري جونج على الشركة علشان يلحق صحابه وبيتصل بسي وبيعرفوا انهم هيتجموا دلوقتي وفعلا في اللحظة دي بيدخل مجموعة كبيرة الشركة ومعهم سككين واي حد بيقف قصدهم بيتلوه والسوق الحظ يوب تبقى مع جونج وقتها فبيدخلها جونج قوضة وبيقول لها ما تطلعش منها ابدا وبياخد مسدس وبيخرج من القوضة دي علشان يساعد رجالته وبتقوم حرب دموية في الشركة ومحدش عارف هو مع مين ولا بيدرف في مين ولما بيوصل بارك بيلاقي الدم في كل حتة وبمجرد ما بيشوف يوه بيعرف انها باقت جزء من المشاكل دي فبيجيله حالة انهيار عصبي وبياخد سكينة من على الارض واي حد بيقف قصده بيخلص عليه بكل عنف لدرجة انه بيهجم على واحد وبيعده لحد ما بيموت وبيكون جونج واقف معيه وبيحاول يحميها وقتها بتبص يوه على بارك وبتتصدم لانها بتشوفه متغرق دم وكأنه سفاح هي ما تعرفهوش ونادر نقول ان بارك هو اللي خلص المسبحة دي وبتدخل لي الشركة وبتقول ان المكان هيحتاج شوي التنظيف وبتطمن على بارك وبتلاقيه بخير وبتقوله ان دي اول مرة تعصي باباها في امر هو ادهولها وكررت انها تسيبهم عايشين وبتواجه كلامها لجونج بعد كده وتطلب منه ما يغزلهاش وبتبقى اللي لدي سعب على بارك وخصوصا يوه لانها مش بتبقى متوقعة ان بارك يتغير كده وبيقتنع جونج ان بارك هو اقوى واقفى راجل عنده وبيقعد جونج معيه وبيتأسف لها على اللي حصل وبيقول لها ان حياته خطيرة وهي عارفة سمعته وبيوعدها انه مش هيزيها ابدا وبيطلب منها تستنى فترة بس وهو هيرجع لها نظيف وهي بتسامحه وبيروح بارك معليه علشان يقابله الراجل الياباني المسؤول عن توزيع المخدرات وبتبقى ليه عايزة تستغل وصتها ان هي تخلي الامور ترجع تاني بس بارك اللي يكون مسؤول وفعلا الراجل الياباني ده بيقرر يبيع جونج ويخلي بارك مكانه وبيبقى بارك مضطر يعمل كده علشان يخلص من القضية وبيبقى شرط ان بارك يبقى مكان جونج هو انه يطع صبوع من صوبع ايده وده بيبقى موضوع صعب جدا عليه بس فجأة مساعد الراجل الياباني واللي المفروض يبقى دراعه لمن بيتعانه وبنعرف انه كان شايل له كره جديد ومستحمله عشان اللحظة دي وهي اللحظة اللي هييتله فيها وياخد مكانه ويبقى رئيس العصابة اليابانية وبنعرف كمان ان جونج مشترك معي وهو اللي مشجعه على كده علشان يرجع العلاقات وتبقى اقوى كمان وبيروح جونج وبارك يشربوا حاجة سوا وبيقول جونج لبارك انه فخور بي جدا لانه كان مستعد ييزي نفسه علشان بس يمشي الشغل وبيقوله انه قرر يتوب ويبعد عن اي حاجة غير شرعية وده لانه بيحبيه وهيتجوزها وبيعرفوا انه هيخليه الرئيس مكانه وهيتولى المسئولية كلها من بعده بس بارك بيقوله نيو شرطية وما ينفعش يسيب كل تعبه ده علشانها فبيقوله جونج ان ده قرار نهائي واخيرا بيروح جونج علشان يستلم شحنة مخدرات كبيرة جدا ومع بارك اللي اداله الامان بس في الوقت ده بي بيروح للشركة وبيبقى عارف الرقم السر بتاع قودة جونج وبيبقى راجع علشان يمتئم منه وفي الوقت ده يوب تبقى عادة الان لان جونج كلمها وعرفها انه هيتخلى عن كل حاجة علشان يتجوزوا وكمان بيوريها البيت اللي هيعيشوا فيه ولكن في عملية اخيرة هيعملها وساعتها مفيش شيء هيبوز حياتهم سواء ابدا ولان يوب تبقى عارفة العملية دي وعارفة انه هيتقبد عليه اصلا بتطلب منه ميروحش العملية ولكن بيقولها انه مش هينفع ومحاولتها في انها تنقذوا بتفشل وبيستلم بارك وجونج المخدرات وبيحطوها في شنطتهم والباقي من الشحنة مش محتاجينه بيلمو في البحر علشان ما يتقبتش عليهم والمفروض بيبقوا رايحين لمينة تاني علشان يسلموا المخدرات للعصابة اليابانية والشرطة بتبقى مستنيهم هناك علشان تقبض عليه بس خطتهم بتبوز لان فيه عربية نقلة كبيرة بتغبط عربيتهم وبنعرف ان داي بقوا ولما بيتأكد ان جونج وبارك ماتوا بياخد المخدرات اللي في العربية وبيمشي بس بنعرف ان هم لسه عايشين ولكن العربية بتكون بتصرب بنزين والعربية تنفجر وبيعرف سيوك ان فيه عربية انفجرت على الطريق اللي كان المفروض بارك يعدي من عليه وبيعرف كمان ان دي عربية بارك بس بنعرف ان جونج قدر يساعد بارك ويخرجوا من العربية سوا وبيجي لهم هونج وبيراكبهم مع العربية وبيعرفوا ان المخدرات اختفت وبيرجع بقى بعدها جونج للشركة وبيبقى شاكك في بي وقوه بيقمر رجالته انهم يدوروا عليهم في كل مكان وطبعا جونج بيقع في مشاكل مع العصابة اليابانية لانه تأخر عن التسليم وبيتمشى بارك مع لي وبيعرفها اللي حصل وبيقول لها انه فشل في اول صفقة لي فبتقوله لي انه لسه قدامه شوية حلوين علشان يتعلم وياخد كل الخبرة بتاعة جونج وبتقوله انها جنبه لحد ما يصلحه اللي حصل وبيحس بارك بالزنب لان لي بتحبه بجد وخايف عليه وهو بيعمل كل ده علشان يقبض عليها ويوقعها في مشاكل ولكن لما بيوصلها لعربيتها علشان تمشي مش بيبقى قادر يستحمل شعور الزنب ده وبيطلب منها ترجع تستناه في الصين لحد ما يخلص اللي بيعمله ويروح لها ولكنها بترفض وبتقوله انه هم هيرجعوا سوا علشان تقدموا لباباها وبنعرف بعد كده ان المحاكك مينجو مزهيشه لسه بيدور ورا جونج وقرى بيكشفه ويبوز المهمة وكمان بيكون تطور وبقى يدور على بارك كمان اللي هو المفروض جوزيو حبيبة جونج فبيروح له سيوكو بيكون منتحل شخصية بارك جوزيو وبيطلب منه ما يدورش ورا مراته وهو جاله بنفسه وبيمشي من عنده بس بنعرف ان سيو بيبقى مرائب مينجو والراجل اللي مع سيو بيقول انه شايف الشخص ده في فندق كان هناك من فترة بيخلص حبة شغل واعجب بالموظفة اللي هناك ولكن الشخص ده كان لابس كاب وتوتر لما شايفه فبيحس سيو ان الموضوع في حاجة غلط فبيروح سيو للفندق ده وبيطلب من الموظفة اللي هناك انه يتكلم معها في العربية ولكن بيطلع سكينة وبيهددها انه هيتيلها لو ما جاوبتش عليه بصراحة وبيسألها هل هي بتتعاون مع الشرطة فبتقوله انها بتتعاون مع الشرطة فعلا لان في شرطي مخدرات اسمه بارك طلب منها تساعدهم في انها تعرفوا اي معلومات عن اي حد يدخل الفندق فبيخليها تتصل بسيوك وتطلب منه يجيلها بالليل علشان موضوع مهم وبيتصل وقتها سيوك ببارك بالليل وبيقوله انه عايز يجيله فورا وبيبعات له عنوان الفندق وفي الوقت ده بيكون جونج قاعد معيه وبيجيله مكالمة وبيعرف ان بي موجود في الشركة ولازم يجيلهم بسرعة وبيروح سيوك للفندق وبيلاقي المكان ظلم ولما بيكرر يمشي بيلاقي الباب مقفول وبيجيله سيوك من وراه وبيطلب منه يعرفه هو مين بكل هدوء بس سيوك بيقوله انه عارف هو مين كويس فبيضحك سيوك وبيطلع سكينة من معي وبيهجم عليه وبيروح جونج للشركة وبيلاقي بي قاعد قصادر رجاله ومعقه وبيكونوا واسقين من نفسهم جدا وبيوصل بارك للفندق وبيعرف من الراجل اللي مع سيو ان في شرطي مع سيو جوه واسمه بارك فبيعرف ان اللي جوه هو سيوك وبيطلب من الراجل اللي قدامه انه يمشي علشان هتحصل دلوقتي مجزرة وبيدخل الفندق وبيلاقي سيوك مضروب ومربوط وسيو بيبقى وايف ورا بارك وبيقوله ان الشرطي ده اسمه بارك والمفروض ده يبقى جوزيه الشرطية وكان بيرقبهم وسيو بيكون شكك في بارك وبيطلب منه يقتل سيوك وإلا هيثبت انه خاين بنفسه فبيقوله بارك انه كده بيدخلهم في مشكلة كبيرة مع الشرطة هم مش قدها بس سيو بيطلع مسدس من معاه وبيقول لبارك انه لو ما طعنش سيوك هيقتله فبيتوتر بارك قوي وبيقوله انه مش خاين وملوش علاقة باي حاجة فبيصوب سيو مسدسه نحية سيوك وبيقوله يبقى الشرطي ده ملوش لازمة بقى وبيضرب سيوك في سيدرو فبينهار بارك وبيهجم على سيو وبيفضل يضرب فيه لحد ما الشرطة بتدخل المكان وبيقبضه عليه وبيجري بارك على سيوك علشان يطمن عليه بس سيوك بيقوله انه هيموت وبيطلب منه ما ينساش انه ظابط وبنروح لجونجو وبنعرف ان باي معاه وصائق تثبت ان جونج كان نوية تخلى عن العصابة وبيقدر يخلى العصابة كلها تقلب عليه ومش بيشوفوك رئيس ليهم لانه ما بقاش وفي ليهم وبيروح لهونجو وبيقوله ان كلام باي صح للأسف وبيدخل مينجو وبنعرف ان باي وقوه سلموا المخدرات لمينجو وبيعرفوا انه هما جواسيس والحاجة دي كلها بتاعت جونج وبيبقوا عايزين يسلموه وفعلا بيقدروا يعملوا كده لان مينجو بعدها بيقبض على جونجو بتشوفو يو ومش بتبقى قادرة تعملو اي حاجة وبيعرف بارك ان مينجو ابض على جونج والمهمة بتبوز دلوقتي فبيركب بارك عربيته وبيلبس حزام الامان وبيقدر يتتبع عربية مينجو وبيغبط العربية بكل عنف وبيروح بارك وبياخد جونجو بيركبه مع العربية وبيروح علشان يعالجه ويستخبه من الشرطة وتاني يوم بيتصل بارك بتشوفو وبيسأله عن سيوك فبيقوله ان حالته بتتحسن وخرج من العمليات وهو عايش وبيفوق جونجو بيشكر بارك على العمله معاه لان حكايته كانت انتهت خلاص ولما بيتعافى جونجو بيكرر يرجع حقه تاني من بي وقوه بس بارك بيهديه وبيقوله ان مش ده الوقت المناسب اللي بيعمله وبيعرفه انه لسه راجل من رجالته وهيرجعه المخدرات وحقهم كمان ويصلحوا كل حاجة مع بعض وبيعودوا يشربوا سوا وبنعرف ان للأسف سيوك مات ويومش بتبقى مصدقة ولما بتقول لتشون المهمة دي خطيرة بيقولها ان اي مهمة لازم تاخد معاه تضحيات ومش بيبقى مهتم بسيوك اللي مات اصلا وبيطلب منها ما تعرفش بارك علشان المهمة ما تبصش وبيعود بي وهونج معلي وبيقولولها ان جونج ما بيبقاش من العصابة ودلوقتي هم المسؤولين عن كل حاجة وبيطلبوا منها تصق فيهم فبتضطر لي تديهم المكان اللي هيسلموا فيه المخدرات اللي قدروا يرجعوها تاني من مينجو وبنعرف ان اللي عملت كل ده لان بارك طلب مساعدتها في انه يخلص من بي ومن اللي عملوا فيهم وبيروح مساعد مينجو لعزة سيوك وبيحقق مع مراته وبيعرف ان ما اسموش بارك وبيعرف مين بارك الحقيقي فبيروح مينجو بسرعة لي وبيقولها انه عايز يكلمها في موضوع مهم وبيوريها الوصائق اللي معاه واللي بتثبت ان بارك شرطي ومتجوز يوه حبيبة جونج وكل اللي بيحصل ده مهمة سرية اصلا فبتفضل قاعدة تفكر مع نفسها ليه بارك كان لطيف معاها وبتتصل بيه وبتسأله هو ليكن لطيف قوي كده وهالكل ده كان بيمثل فبيعرف بارك انه تكشف وبعد شوية بتخرج ليه المينجو اللي بيبقى عادي ياكل زي الخرطيط وبتمسك سكينة وبتتباحه والصراحة يستاهل وبيدخل بعدها الحارس الشخصي بتاعها وبيشوف اللي هي هببته وبيسألها ليه عملت كده فبتقوله انها عايزة تحمي حد عزيز عليها وبتبقى لسه بتحب بارك ومش عايزة يتأذي ولا يتكشف فبيقولها حارسها ان هي لازم تهرب لبعيد لان الصين ما بقتش امان ليها وبيعرفها ان مساعد مينجو مستني برا الاودة وهو هيقدر يهرب ويبعد عن المكان لحد ما هي تهرب وبيكون عايز يضحي بنفسه علشان هو بس وفعلا بتسمع كلامه ولما الفرصة بتجيلها بتهرب فعلا وبيروح بي وهونجو وقو علشان يسلموا المخدرات وبينجحوا في كده وفي الوقت ده الشرطة بتبقى امرأبة كل حاجة وبارك وجونج بيبقوا ركبين العربية سوا ومستنيين اللحظة اللي هيجموا فيها بس بارك بيطلع مسدسه وبيقول لجونج ما يتحركش من مكانه وبيعرفه ان الموضوع انتهى وبيكشف عن هويته كظابة شرطة وكمان بيكلبشه في العربية علشان ما يتحركش وبيقوله ان الفرص كانت قدامه علشان يبقى شخص نظيف ولكن كان حابب حياته الإجرامية وبيروح بارك للتلاتة الخينين وفي ثواني المكان بيتملي بالشرطة وبيتقبد عليهم أخيرا بس بنعرف ان بارك بيبقى سايب مفتاح الكلبشات جنب جونج علشان بيبقى عايزه يهرب وفعلا جونج هرب وطبعا الشرطة الصينية واليابانية بيقدروا يقبضوا على الأطراف المشتركة في الجريمة دي وبيتقبد على أبو لي ولكنها بتبقى قدرت تهرب بهوية جديدة ولكنها بتبقى عارفة ان حكايتها مع بارك لسه ما خلصتش ولما المهمة بتخلص بتاخد يو بارك علشان يقابل سيوك وبتعرفوا انه مات وبيتحاول تهديه بس بارك بيكون اتغير تماما من اللي حصل في المهمة دي ولما بيرجعوا البيت سوا بيكون جونج مستنيهم وبيبقى معاه مسدس وبيصوبوا عليهم وبيقولهم ان الراجل اللي كان معتبره أخوه طلع شرطي أصلا وفوق ده كله طلع جزحة بيبيت عمره اللي كانت برضو بتضحك عليه وبيقولهم انه ضحب كل حاجة علشانهم ولكن مش هيقتلهم وهيخليهم يعيشوا بإحساس زنب ومميت وبيبقى عايز يخلص على نفسه ولكن بارك مش بيسمح له انه يعمل كده وبيضطر انه هو اللي يضربه في سيدره وبيكون قرر يقتله ولا انه يشوفه بيخلص على نفسه ويشايله زنبه لا قصيل بعدها بيتصل بارك بالشرطة علشان يبلغ انه أبض على جونج الميت وبعد فترة بيترقى بارك ويوه وكمان سيوك بيتكرم واللي بتستلم التكريم هي امراته بما انه مات يعني وبيمدت شوء دي علشان يسلم على جونج ولكن جونج بيتجهله وبيروح يقدم التحية العسكرية لسيوك وبيسيب المكان وبيمشي من غير حتى ما يستنيوه وبيروح لقبر جونج علشان يزوره وبيشرب نص سجارة وبيسيب النص التاني على القبر وبيقلع خاتم جوازه وبيسيبه هو كمان لانه بيكون مقتنع ان حب يول جونج مش ليه وبنعرف ان بارك بيبقى مقتنع انه برغم ان جونج مجرم ولكن صديق عمره الوحيد اللي كان بيستمتع مع بوقته واللي اكيد لو يتقابله في اي ظروف تانية او اي حياة تانية هيبقى عز صحاب وفي الاخر اسوأ شار طلع بارك اصلا في احتمال دلوقتي ان هما يعملوا جزء تاني من المسلسل يعني البطل ووكي موافق وكمان منتجين المسلسل والمخرجين موافقين منتظرين بس الموافق الديزني ان هي ممكن تنتج المسلسل ولا لقى الجزء تاني ولو عملوا كده يعني ده بجد هتبقى اعظم حاجة بقى ان هما يخلوا جونجة عايش الدين يبقى في الجو ده وبدل مواكي يبقى ظابط شرطة لقى يبقى معايا في العصابة هتبقى جمدة انا ادعم الشر من دلوقتي